في دين العترة الطاهرة هل هناك من كينونة قطعاً هناك كينونة في دين العترة الطاهرة والتي تلخصها كلمة واحدة هي الولاية الولاية هذه الكلمة لها دلالات الولاية في مستوى من مستوياتها تعني العلاقة السليمة فيما بيننا وبين أئمتنا وفيما بيننا وبين أوليائهم وفي الوقت نفسه فإنها تستبطن البراءة من أعداء أئمتنا ومن أشيائهم من أشيائ أعداء أئمتنا هذا مستوى من مستويات الولاية العلاقة فيما بيننا وبين أئمتنا وفيما بيننا وبين أولياء أئمتنا وفي الوقت نفسه تستبطن معنى البراءة من أعداء أئمتنا من الرموز والكبار وأئمت النيران من أعداء أئمتنا ومن الذين يشايعونهم ويتابعونهم هذا مستوى من مستويات معنى الولاية ومستوى آخر علاقة خاصة فيما بين الشيعي وإمامه شيعتنا مننا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا هناك صلة تكوينية فيما بين الشيعي وإمامه وصلة تشريعية عقائدية خلقوا من فاضل طينتنا صلة تكوينية يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا إشارة إلى صلة تشريعية عقائدية هذا مستوى خاص فيما بين الشيعي الذي انبلجت بصيرته واتضحت عنده حقيقة الدين هذه الولاية مستوى يتناول الجانب التكوينية والجانب التشريعية في علاقة خاصة فيما بين الشيعي وإمامه هذا مستوى آخر الولاية في معناها الثالث هي كينونة ديننا كينونة دين العترة الطاهرة ذلك القلب الروحي النوري الالهي الرباني تلك هي كينونة دين العترة الطاهرة ويحزنون للمشاهدة